تقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بخالص الشكر والتأدير لسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها لبرنامج نورة واللي بيدعمه الصندوق وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان على موقعه بيان شكر يتقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بخالص الشكر والتأدير لسيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية لرعايتها لبرنامج نورة الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان ويستهدف الوصول لكل فتاة في مصر ويؤهلها لتحقيق ذاتها والوصول للاستغلال الأمثل لقدراتها يركز برنامج نورة بالمناسبة على الوصول إلى جميع الفتيات ويهدف لتمكنهم وبتعتبر رعاية سعادتها تأكيدا على الالتزام الوطني بالاستمراء بالاستثمار في الفتيات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 20-30 ويفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بتأييد سعادتها لبرنامج نورة الذي يعطي الأولوية لبناء قدرات الفتيات الصحية والاجتماعية وكذلك القدرات التعليمية وإعدادهن بقدرات تمكنهن اقتصاديا لتحقيق مستقبل أفضل لهن ولوطنهن الغالي مصر هنا بينتهي البيان بتاع الصندوق بس مهم جدا رعاية سيدة انتصار السيسي لهذا البرنامج أنا متأكد أن البرنامج هيمشي بفعالية بس رعاية قرينة رئيس الجمهورية لبرنامج من النوع ده بيديله دفع حقيقي وبيديله قوة وبيديله قدرة طويلة على الاستمرار بيديله الجلد اللازم لو صح التعبير الانجليزي سموها ستامنة زي بتاعت التمرين كده ان انت تبقى ايه يعني اه هتتمرن وحاجات زي كده بس بتاعب بتيجي في النص تحس بشكل من أشكال التعب الاستامنة دي هي اللي بتخليك تكمل واخد بالك طيب فلما يحصل كده ويحصل رعاية من قرينة السيد رئيس الجمهورية لهذا البرنامج بيدي استامنة بيدي جلد لهذا البرنامج على انه يستمر دون توقف وانه يبقى فيه تأكيد على انه ما تقلقش لو فيه حاجة عطلانة هيتم حلها فورا الهدف ايه الهدف انه بناتنا في مصر يبقوا اجدع من البنات اللي في اوروبا وفي امريكا وفي كل العالم الذي يدعي انه عالما حر لانه بناتنا في مصر اصلا اجدع واصلا اقوى واصلا قدراتهم الذهنية والقدرة على التعلم وعلى الانتاج اعلى بكتير لان احنا عندنا تراكم خبرة 8000 سنة الناس دي ما كانتش اي حاجة من 1200-1300 سنة ما كانوش اي حاجة اي حاجة مجرد قبائل بداية متصرعة موجودة في اوروبا غزاها الطليان حكم روما وقتها بدأوا يتعلموا بدأوا يتعلموا درس 101 حضارة من 1200 سنة تخيل احنا بقى اشتركوا في القناة